السلام عليكم يحكى أن هناك خنزير أراد أن يكون مفكر ومشهور لكن البيئة الخنزيرية اللي حوله ما كانت تساعده أن يكون مفكر ومشهور ومواصفاته الخنزيرية ما ساعدته وله مؤهلة أن يكون مفكر ومشهور وذات يوم رجع للبيت وشاف خنزيرته واقفة عند الباب خنزيرته يعني زوجته خنزير بتزوج إيش خنزيرة فشافها عند الباب واقفة باللباس النوم قال له يعني لو تدخلي وتغيري تلبس الجنز أو أي حاجة ثانية وترجع توقفي قالت له يعني تغار علي تحسبني أنا ما أستحي قال له لا المشكلة أنه ممكن يجيكي برد غيري وتعالي قالت له ولا كلمة أدخل شوف لك أكل في الثلاجة وكل وانخمد ونام وأنا إذا طفشت برج أدخل فقال لها طيب على راسي ودخل وسكت ولا تكلم كلمة وحدة قاعد بينه وبين نفسه كذا إلى إن جاله النوم اليوم الثاني قرر الروح بيت أمه وأبو يعني يغير جوه يخرج من جوه المشاكل هذا اللي في العائلة الخنزيرية فلما راح عند أمه وأبو حصل أخته اللي هي الخنزيرة طبعا كلهم خنازير واقفة عند الباب تضحك مع السواق راح لين عندها قل لا 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 ما اتفقنا كذا ما ربيناكي على هذا الأسلوب أنت تغيرتي كيف توقفي أنت مع السواق تضحكي أدخلوا جوبا أقعدوا الناس يش يقولوا علينا ما نعرف نكلم السواق أدخلوا وقفلوا على نفسكم الباب وأضحكوا براحتكم ما يصير كلام هذا فقالت شوف من اللي يتكلم على العيب يتكلمنا على العيب وأنت عريان طبعا هو عريان خنزير يعني ما يلبس ما يلبس شيء فالمهم سكت ودخل وهو قاعد على الكنبة قاعد يشرب كاسة مجاري هم كذا أكلهم شربان مجاري فخرجت خنزيرة من الغرفة من غرفة أبوه اللي هو الخنزير فقال لها أنت مين؟ قالت له أنا قاعد أعالج أبوك فقال لها تعالجي أبويا وأنتو الثنين عرايا فقالت نعم أمك قالت لنا نبسخ ونتعالج مع بعض وبعدين أنت عارف الجوحر فعادي يعني فقال هي جد على كذا ما أكون لنا خنازير المهم أنا أستأدل وخرج وهو خارج في الطريق أتذكر أنه زوجته الخنزيرة زعلانة منه فكيف يراضيها كيف يراضيها فقرر أنه يأخذها يروح البحر لما نوصل البيت قال لها إيش رايك نخرج نقد البحر البنت هذه زعلانة الخنزيرة زعلانة ما هي نظرة تخرج فقال لها لازم أفكري في الطريقة أرضيها فخرج للسوق واشترى لباس البحر اللي هو يعني قطعتين هنا وتحت بس ما في شي ثاني وراح للبيت قال لها شوف يبتلك مفاجأة يبتلك لباس البحر تخرجي وتتهوي وكمان بخليك تسوقي لنا البحر إيش عتبي أكثر من كذا وافقت الخنزيرة وخرجوا مع بعض وهي للسوق لين وصلوا البحر قاعدوا فراشوا كل شيء فجأة بنت الخنزيرة فسخت كل شيء قال لها يا خنزيرة كيف تفسخ كل شيء أنا ابتلك هذا اللبس عشان إيش عشان تفسقي لا فقالت شوف حولك كل الناس مفسخة وانت أيضا مفسخ قال لها بس أنا خنزير وانت خنزيرة قالت شوف حولك كل الخنازير مفسخين جات علي أنا وبعدين الجو حر خلونا نتهوى شوية حاولي جادلها يكلمها يا خنزيرة يا بنت الخنازير ما يصير ما في فايد مرة الجلسة هذه على مو خير وهم راجعين بالطريق طبعا راجعين زعلانين فهو يبكر في طريقة يعني يراضيها ما يراضيها وطبعا هي زعلانة كيف تخليني أنا ما أمشي عريانة وهو زعلان ليش؟ مو لأنه هي ما هي عريانة لا لا هو زعلان لأنه أشترى له هذا اللباس اللي تعب عليه وصرف وما لبسته فلما نوصله للبيت قالت له اليوم أنت تنام في السيارة أو تنام في الشارع واليوم أنا حنام مع صديقي قال له ما يصير هذا ظلم ظلم اللي يسويه كل يوم مع صديقك مع صديقك يوم أنا يوم هو مو كل يوم هو قالت له قبلة كلمة وحدة ولا ما عدا خليك تشوفني أبدا فسكت ونام في السيارة في الصباح أخذ نفسه وقال يا شيخ خليني أخرج وأتأمل في رأس الجبل وأخرج من جو الكآبة والحزن هذا فقاعد في الجبل ويتأمل هنا جات في باله فكرة أنه يهاجر ويروح إلى قرية الذئاب وفعلا شالعف شوف راح قرية الذئاب وترى كل شي خلفه لما نوصل أستهرب أنه الذئاب والذئبات كلهم لابسين فرو متحشمين لدرجة أنه طالع بالغلط كذا على ذئبه الذئب الثاني اللي هو زوجها وأخوها كان بيأكله حتقول لي طيبة يعني هو حيروح قرية الذئاب ليش ما يأكله الذئاب لأنه خنزير من يأكل خنزير ولاحظ أمر غريب أنه الذئبات متعلقين بأزواجهم جدا ويسمعوا كلامهم في الخروج والدخول وما يخرجوا ودخلوا إلا معاهم أستغرب العالم هذا غريب جدا عن عالم الخنازير فكأنه شعر بالقهر والحسرة على الخنزر اللي كان فيها أو أنه أصلا التفاجأ على شيء هو ممتعود عليه فبدأ يشتغل معهم ويأكل من البيارات وينطفها هذا عمله خنزير لكن المشكلة أنه لاه قادر يرجع لقرية الخنازير ولاه قادر يقعد مرتاح في قرية الذئاب فخاطرت فيه باله فكرة أنه يكون مشهور ومفكر الآن هي جاءت فرصة بس بطريقة مختلفة تحت مسمى الدياثة البيارية التقبلية يعني الدياثة يبقى كل اللي حوله ديوثين والتقبلية أنهم يتقبلوا كل شيء هو يسويه فبالتالي هو يكون إنسان طبيعي والبيارية إنما يبقى كل الناس ينزل لمستوى القدر في البيارات وبدأ تنفيذ الفكرة وفتح حساب في تطبيق S كلنا نعرف التطبيق هذا وبدأ يخبب الذئبات على الذئاب يعني يحاول يشويه صورة الذئاب عند أذهان الذئبات والنقطة الثانية بدأ يشويه صورة الذئب الغيور عند الذئبة فصارت صورة الذئب الغيور ما هو القدوة المثالية وما هو الزوج الذئبي المثالي وفي المقابل جعل الخنزير الديوث هو الزوجة المحب أنت خنزيرة أنت ذئبة تبت تتزوجي تزوج الخنزير الديوث هو هذا اللي راح حافظ عليك وعيشك ملكة بجانب تدمير أي تعاليم أو أي أخلاق حسنة دينية كلها يرميها في القمامة وبعد كل هذا يأخذ صورة الخنزير والخنزيرة الكافرين المتزوجين بعلاقتهم هي العلاقة المثالية إنه المفروض كل الناس تقتدي بهذه العلاقة وبدأ ينشر تغريدات أنت تريدون خنزير يحبك أو ذئب يحبك دوري على الخنزير أو الذئب الذي لا يغار الذي يسمح لك أن تتفسخ تخرج معه البحر بلا ملابس وهو بملابس لا يهم المهم أنك تأخذ حريتك تماما الرجل الذي لا يغار إذا رأيك مع خنزير آخر عادي وبالفعل نجح يجمع حوله جمهور كبير وأغلب هذا الجمهور من الخنزيرات وكثير منهم من الخنزيرين اللي يحبوا هذه الأجواء المريضة وصار هذا الخنزير مشهور بالمفكر الخنزيري بالديوث المتحضر هذا هو الخنزير الحنون وليس ذلك الرجل المتشدد الذي يغار عليك ويضع عليك قطعة ملابس هذا لا 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 حتى يعني هو موفر هو موفر ما يحتاج ملابس ولا شي أنت مجرد قطعة منديل ولا حاجة كتبه خلاص وأخرجي شوفوا التوفير كيف هو الحنان في نفس الوقت وصار هذا الخنزير المشهور كل محتوى ومرجعيته من كتب الخنازير الغربية مثل كتاب الخنزير في وحل الجرجير وكتاب جرب أن تكون خنزير ولو لمرة ورحلتي من النظافة إلى الخنزرة الآن كم خنزير طلع لنا في الأيام السابقة آخر أربع شهور وآخر سنتين كل من جايب يسوي حساب في تطبيق ما يروح يمدح المرأة ويسب الرجل والله هذا الرجل متشدد تعالي يا مرأة نحن نحبك أنت تبقى تفسخي تعالي تفسخي أنت تبقى تخرجي البحر أريانا روحي تبقى تروحي ملاهي كفيهات تخرجي مع صديقك الثاني والثالث والرابع هذا من حريتك والرجل لا تتزوج اثنين فأنت مجرم أنت سفاح أنت متشدد كيف تتزوج اثنين عادي الله سامح له أنه تزوجي ثنين وثلاثة وأربعة أنت معارضتك مو لأنه أصلا هذا الشيء مسموح أو لا أنت معارضتك أنك أنت ما تقدر أنت إنسان خنزير لذلك هذا اللي يسوي حسابات بالدياثة هذه أنت عارش مشكلتهم هم دايثين دايثين ما نختلف وما عندهم مرجعية دينية ما نختلف هذا شيء واضح أصلا لكن عندهم مشكلة هم ما هم قادرين يمسكوا عن ذاتهم وخنزيراتهم هو ما عنده القدرة يخاف يقول لزوجته تغطي يخاف يقول لبنته أو أخته يعني لو تغطي شعرك حتى أسلوبه تغطي يا حقه ضعيف يعني أخته أصلا متفسخة يقول له يعني حطي هذه الورقة يعني على لماذا هتغطي أنت ما قادر تمسك خنزيراتك لا تبليشنا كل يوم طلع لي والثاني كل يوم رابع لي طلع لي وهذا مسوي مقطع فيديو وهذا مسوي تغريدات وهذا مسوي منشورات أنت إنسان ضعيف قل لهم أنت إنسان خنزير ترى يا ربك فعلا يعلموك المرجلة أنت بنت الرجال يعلموك ما تعرف الدين يعلموك لكن لأنهم هم أصلا يعيشوا في مجتمع خنزيري زي شارب الخمر يبقى كل ناس لجنبه مخمرين وهو عادي لما يكون خنزير وديوث واللي حوله كلهم ديوثين وخنازير زيه فعادي لو أحد مثلا شاف زوجته مفسخة ما يقدر يقول له لماذا ذاتك مفسخة لأنه كلهم خنازير هو اللي يعيش بهذه البيئة حتى يرتاح أرسل هذا المقطع لأي خنزير قديم أو جديد أو أي واحد مثلا تحسوا أنه ممكن حيصير خنزير يعني ممكن ممكن الله يهديه ما تدري في النهاية أسأل الله أن يجعل هذا المحتوى في ميزان حسناتنا أجمعين وأن يكون صدقة جارية عنا وعن جميع المسلمين لأحياء منهم الأموت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته